تعرف السؤال المهم ليس فقط هو كيفية التعامل السودان مع هذه الدول الآن التي هي إلبنة على السودان ولكن الفكرة كيف تتعامل السودان أو ستتعامل السودان بعد انتاء هذه الحرب مع الاتحاد الأفريقي الذي أصر على المساوامة بين الدعم السودان ربما نعمل الاتحاد آخر الإغاد إثيوبيا جنوب أفريقيا ربما ننشي منظمات أخرى نحن من أنشأنا هذه المنظمات زميل عامل دولة سودانية هي التي أنشأت هذه الكيانات وهي التي كان لديها القطحة المعلة في إنشاء هذه الكيانات ويمكن جدا أن ننشي كيانات أخرى للأحرار من إفريقيا وصدقني هذه المواقف ليست مواقف راسخة من هذه الدول وإنما هي مواقف أنظمة ستزول بزوال هذه الأنظمة أنا على ثقة أنا أختم معك بالوضع الإنساني في السودان هو أصعب ومن الأوضاع الكارثية هناك تخازل دولي بشكل كبير ليس فقط حتى في الطعام والشراب وفي الانتهاكات يعني حتى ليس في داخل السودان في التشاد في معسكرات اللجوء في التشاد يوجد مهازل إنسانية بداية كيف سيتعامل السودان مع هذا الوقت؟ أول حاجة دعنا نرسل صوت لهم بشكل مواشر لوزارة الصحة السودانية وللقائمين على الأمر الإنساني في البلاد بما في الوالك من فوضية العون الإنساني السودان إلى ذمن قريب كان هناك خارطة للاحتاجات الإنسانية السودانية هذه الخارطة كانت توضح كل المشكلات الإنسانية الموجودة في ذلك الزمان وكيفية معالجة هذه الأمور وكانت هناك مواثيق وقعت مع كثير من الملظمات الدولية والإقليمية والحكومات على سبيل المسال في 2007 وقعت وثيقة بتاع التعاون في المجال الصحي مع بين السودان وتركيا هذه الوثيقة وحدها يمكن أن تساهم بشكل من الأشكال وأيضا هناك وثائق قثر وقعت مع حكومات في المحيط العربي والإفريقي والمحيط الدولي بالشكل الكبير ما ينقص الدولة السودانية الآن هو وجود حكومة حكومة تستطيع أن تملى هذا الفراق وأن تساهم بمعالجة أوضاع حول الأهل النازحين واللاجئين في مناطق كثيرة ولذلك أقول أن أزمة الإنسانية في السودان رغم أنني يمكن أن أرسل هذا الصوت صوت اللوم للمجتمع الدولي والكيل بمكيالين وكل هذا الأمر ولكن عموض النص في هذا الأمر نحن بسمي ويتت في السودان الفسيفساء التي يمكن أن يبنى عليها المواقف الإنسانية ومعالجة هذا الأمر هي بأن يكون هناك حكومة سودانية حقيقية فاعلة لديها رؤية واضحة تجاه هذا الملف الإنساني 2024 ستكون نهاية الحرب أم سيستمر الحرب إلى ما بعد 2020 برأيك وتوقعاتك الحرب ستتوقف ولكن المشكلة الأمنية ستبقى بلا شك ربما تاخد سنة أو سنتين أو ثلاثة المشكلة الأمنية والظلال هذه الحرب لا يوجد رموض يمكن أن تستخدمه لإيقاف الحرب وإيقاف تداعيات الحرب التي استمرت لأكثر من عمر لذلك أنا أظن أن الأزمة في السودان الأمنية ستستمر حتى بعد إيقاف الحرب الأزمات ستستمر إلا ما بعد 2024 لا شك إلا إذا أنشأت حكومة إذا أنشأت حكومة يمكن أن نترك بعد ذلك نقول بعد ثلاثة شهور بعد ستة شهور ستتوقف كل هذه الأزمات إذا كانت هناك رؤية لحكومة وطنية تريد أن تعالج هذه الأزمات نتمنى للسودان الذي سمي سالة غزاء العالم العربي أن يعود مرة أخرى في مكاناته ما بين الدول الكبيرة ليس فقط عربية وإفريقية إنما في العالم أستاذ ناية الكراشابي الكاتب المحل السياسية أشكرك شدة على تواجمها في هذه الحلقة أشكرك على كل هذه الأفضل شكرا شكرا كرام المنتصف ما زال مستمر ولكن بعض فاصل قصير فوق معنا شكرا